تجارب سير على كل الوطن نفذتها الدولة اليوم استعدادا للتطبيق الفعلي غدا طوق اللبنانيون في سياراتهم ساعات وهم يجرون التدريبات اللازمة على النظام قانون السير سيوضع في الخدمة ضمن مرحلته الثانية غدا وعلى اللبنانيين معه أن يقلعوا عن مخالفات أصبحت رفيقة دربهم وإن لم يفعلوا فإن جيوبهم ستتحمل تبعات المخالفات اللبنانيون سينفذون ما يطلب إليهم وإن بتفاوت وعلى مراحل لكن من يضبط المخالفات السياسية التي تقود البلاد عكس السير وتكاد تنحرف بمركبة الوطن إلى مهوار صحيق بعد تعطيل المكابح المؤسساتية وتفريغ مخزون الآلية من مشتقاتها المشغلة وأولى علامات الضوء الأحمر أطلقها ريزرفوار وزير المال علي حسن خليل بتحذيره من خسارة ملايين الدولارات لعقود واتفاقيات في حال عدم النزول إلى مجلس النواب ناقلا عن رئيس البنك الدولي جرس انذار بخسارة الاتفاقيات الموقعة ما لم نبادر إلى التشريع لكن لا تشريع لمن تنادي مع استمرار تراشق التهم بالتعطيل من المستقبل إلى حزب الله وبالعكس واليوم اتهمت كتلة الوفاء للمقاومة تيار المستقبل بخطف الاستحقاق الرئاسي وتعطيله ومنتهاك الطائف والانقلاب على ثوابته وإصلاحاته السياسية موقف حزب الله ستجد له اتهامات مماثلة على ساحة المستقبل وفي البيت العوني ولدى معراب وعلى ضفة الكتائب وكل بريء من دم هذا التشريع ومن قطع رأس الرئيس وإذا انتهى صراع الدول على لبنان فلينتهي صراع الموارنة على الرئاسة حيث يدخل الشهور عامه الأول ولم يجد موارنة لبنان من يمثلهم في القصر الحزين قطباء عون جعجع لم يتمكنا من التقدم خطوة نحو بعبدة المرشحون الآخرون يكبتون ترشيحاتهم خلف صراع القطبين الكبيرين والأعراف لا تسمح بتقدم أي مرشح من طائفة مسيحية أخرى أمام هذا الواقع وإذا تعذر ترشيح البطريارك الماروني للرئاسة كأحد الخيارات الإنقاذية فلماذا لا يطرق اللبنانيون أبواب عصام فارس الذي كون زعامة لا خلاف فيها مارس السياسة كرجل دولة على زمن رجالات الأمر الواقع حصن زعامته بمخزون عطاء لللبنانيين فهو أيضا من الذين علموا وبنوا وضحوا وقدموا عطاءات على مد الطوائف اللبنانية والنظر وله في الصروح التربوية المسيحية والإسلامية مؤسسات تنطق باسمه العصامي في السياسة والفارس في الإنسانية والوطنية جاءته الثقة من أعلى مرجعية كنسية في العالم بعدما منحه البابا فرانسيس وساما رفيعا قلده إياه البطريارك الراعي في باريز وتلك ثقة بابوية لا تغدق على زعامات عابرة فليكن عصام فارس ابن الطائفة الأرثودوكسية إذا تعذر الفوارس الموارنة الذين ترجلوا عن صهوة كرسيهم وشرعوها للرياح الخارجية